كل الفيديو جديد بينزل لمراجعة اللابتوب بلاقي ناس كتيرة جدا بسأني في الكومنت على ترشيح للابتوب اقتصادي جديد ينفع للمهام اليومية والدراسة والشغل من غير ازمة بعيدا عن قصة اللابات الاستراض اللي في ناس كتير بتخاف منها علشان مش مضمونة وفي نفس الوقت معظم اللابات دي بيبقى شكلها قديم ووزنها تقيل فانا اخدت بقى ايه لفة في السوق وجبتلك سلسلة لابات جامدة جدا شكلها حلو ووزنها خفيف مواصفات بتاعتها مقبولة جدا هتسد معاك في كل الاحتياجات اللي انت هتقدر تعملها على اللابتوب ده وفي نفس الوقت اسعارها مش غالية قوي السعر بتاعه بيبدأ من 16000 جنيه وسلسلة اللابات دي اسمها MSI Modern 14 و14 دي بترمز لحجم الشاشة لان انا اختارت ان اللاب ما يبقاش كبير قوي علشان تقدر تتنقل به بكل سهولة المهم ان السلسلة دي باكتر من معالجة اصغر فرض فيهم اللي سعره بيبدأ من 16000 جنيه انتل كور اي سري واعلى فرض انتل كور اي سيفن وانا اختارت ان انا هراجع معاكم النسخة الكور اي سيفن الجيل التلتاشر واللابل هراجعه تحديدا اسمه MSI Modern 14 F13 MG وانا عاوز اقولك ان السلسلة كلها مشترجة في حاجات مهمة كتير زي الشكل والحجم والوزن والشاشة الحلوة والبطارية الجامدة فزي ما انت متعود دلوقتي لايكا يا جميل ما تنسوش دعواتكم لاخوتنا بالفرج القريب ويلا بينا نشوف حكاية اللاب ده قبل ما ابدأ واتكلم عن اللاب انا حابي بقى اكد عليك ان اللاب توب ده مش لاب جيمينج ولا منتاج وشغل تقيل او لا هو لاب مناسب جدا للمهام اليومية والشغل والدراسة وبرضو مش هنساك واقولك على ترشيح حلو برضو من MSI في اخر الفيديو لو انت عاوز لاب جيمينج او لاب منتاج تقيل وما تدفعش فلوس كتير وخلا نبدأ بالحاجة المميزة جدا في اللاب ده وهو تصميم والشكل بتاعه لان اللاب ده لفت نظريه بسبب شكله وحجمه المناسب ورفعه واللي بالمناسبة هنا قليل 19 و9 من 10 ميلي واللاب مأسر شكله شيد جدا تصميمه تحس ان هو بريميوم واخد ملمس كده حلو في الظهر مع لوجو MSI وخاماته كويسة بصوا هو الظهر مش من المعدن ولكن هتحس ان هو سئيل وبيستحمل لو تخبط منك كم خبطة كده خفاف ما اعتقدش ان اللاب هيحصل له حاجة وفي قعدة اللاب توب هتلاقي فتحات التبريد والسماعتين بتوع اللاب ولما نفتح اللاب توب هتلاقي طبعا الشاشة والفريم اللي فيه زي اواعد كده من السيليكون علشان لما تقفل الشاشة على اللاب الشاشة ما تخبطش في اي حاجة فدي حاجة يعني بتحفز كده على الشاشة بتاعها كمان هلاقي في فريم الشاشة اللي ممكن نقول كبير نسبيا بس يعدي هتلاقي الويب كام اللي هي هنا جودتها 720-30 فريم وهتلاقي جانبها زرار لك عشان تقفل الويب كام خالص عشان الامان والكلام وهنضف جزء في اللاب ده هو الجزء اللي ايدك هتلمسه على طول الجزء اللي حوالين الكيبورد معمول من المعدن وعليه طبقه كده مصنفرة شوية هتديلك احساس ان اللاب توب ده بريمين والكيبورد اللي محطوطة حجمها حلو كمان المسافة اللي بتاعت الضغطة على الزرار هتلاقيه حلوة كده مش قليلة ولتطش باد حجمها مناسب جدا في نفس الوقت عندك كمان في باك لايت موجود بس مش ار جي بي لون ابيض بتلت درجات اضاءة في الكيبورد لما نشوف بقى المداخل اللي موجودة في اللاب توب الصغير ده هلاقي مدخل شحن بعد كده مدخل HDMI 4K 30 فريم بعد كده USB A 3.2 Gen 1 وبعد كده في مدخل Type C 3.2 Gen 2 وانا عاوز اقول لك ان المدخل ده تحديدا ينفع كمان باور دي لفري يعني تقدر تشحن منه اللاب علشان لو نسيت الشاحن بتاعك يوم الايام وانت نازل مش هتتقدر خالص بعيد عنه هو مش هيفصل اصلا منك هنشوف كمان شوية في جزء البطارية بس تقدر تشحنه باي شاحن Type C عادي 65 وانا من ناحية التانية هلاقي مدخلان جنبي مدخلين USB A 3.2 Gen 1 وجنبهم Micro SD Card Reader وجنبهم مدخل سماعات ومايك هيدفون كومبو جاك فبصراحة اللاب مغطي كل المداخل اللي انت محتاجها وزيادة وهتلاقي عندك فتحة خروج الهوى بتاع مروحة اللاب توب وصد مفصلة الشاشة على البيتوك وما تلقش في مسافة كويسة بينها وبين الشاشة عشان ما تسخنش الشاشة بالمناسبة الشاشة هنا بتفتح 180 درجة للاخر بالنسبة لمفصلة الشاشة ودي حاجة دايما ببص عليها في اللابات خصوصا الاقتصادية والمتوسطة هتحس هنا انها تقيلة مش سايبة وتستحمل معاك لكن برضو ما تدصش جامد قوي عليها لانها في الاول وفي الاخر بلاستيك بلاستيك قوي اه لكن لو تقلت ايدك اكيد في الفتح والقفل زيادة عن اللزوم ممكن تتكسر معاك اللابات اللي زايدين مش للإستخدامات العنيفة ولكن احب اقولك ان المفصلة هنا لو هتستخدمها استخدام معقول هتستحمل معاك وبرغم كل الحاجات دي فاللاب هنا وزنه خفيف كيلو ونص بس عشان ما يدايقكش وما يقدركش لو انت هتنزل باللابتوب ده كل يوم وتحطه في الشنطة دي ازمة كده كانت بتواجهني زمان مع اللابتوب القديم بتاعي ولكن لما جربت عموما اللابتوب بات اللي 14 بوصة لقيتها عملية جدا مساحة ممتازة في الشنطة ووزنها مش تييل وهتقضيلك لغاية واللابتوب ده بيجي بلونين سلفر فاتح وبلاتينيوم جري او الرماضي الغامي او هو راح للإسود من الاخر اللي هي النسخة اللي معايا وانا بجربها دلوقتي خلينا بقى نتكلم عن النسخة اللي معايا ال MSI Modern 14 F13 MG ونشوف تجربته ونشوف يينفع فيه البروسيسور بتاعه Intel Core i7 1355U يعني من الاخر جيل 13 التردد بتاعه من 1.7 جيج هيرتز لحد 5 جيج هيرتز في التربو وطبعا البروسيسور ده هو U لو انت شايف ان حرف U اللي في اخر اسمه البروسيسور قزمة علشان مش H اللي هو الهاي برفورمانس فحب اقولك ان ال U من اول الجيل اللي 12 تحديدا هتلاقي ان هو بيديلك الاداية اللي انت محتاجه عادي لو انت مش محتاج شغلة قيل قوي اللاب هيسد معاك وفي نفس الوقت بيوفر جزء كبير جدا من البطارية وفي نفس الوقت اللاب مش بيسخن قوي فاستخدام هنا جيل 13U وi7 هيبقى مناسب جدا لللاب اللي احنا بندور عليه للاستخدام بتاعنا النسخة اللي معايا من اللاب هنا ب16 جيج رام دي دي R4 بس طبعا النسخ الاقل زي ال i3 والi5 هتلاقيه ب8 جيج رام المساحة اللي معايا هنا 512 SSD انا عارف ان 512 مش اكبر مساحة ممكنة ولكن احنا بنتكلم في ميزانية معقولة مش غالية قوي لو انت محتاج مساحة اكتر من كده فممكن تشتري هارد اكسترنال هيبقى اوفر لك وتحط عليه ملفات اللي مش مهمة او اللي انت مش بتحتاجها كل يوم خلي ال 512 او حتى ال 256 في النسخ الاقل للحاجات اللي انت بتستخدمها كل يوم ولما جربت اللاب توب ده لقيته اداء كويس جدا فاي حاجة عملتها علي مثلا لو فتحت كروم وفتحت طبات كتير هيصد معاك مش هيهنج لان هو هنا كمان النسخة دي 16 جيج رام هو انا عارف ان فيه نسخة اختانية اقل ل8 جيج رام ولكن يعني على تجربتي هنا على 16 جيج رام كانوا كويسين جدا وبعدين اي بقى برنامج هتيجي تفتحه مثلا وورد هتشتغل عليه بدون اي مشكلة اكسل باورد بوينت في نفس الوقت لو جيت تأفور شوية مش تأفور تستخدم مثلا الفوتشوب عادي هتأدت شوية صورة هتلاقي اللاب بيسد معاك بدون اي مشكلة فاي مهمة من المهمات اللي انا بتكلم فيها ولو انت شايف ان اي سيفن هيبقى بالنسبة لها غالي او اكتر من اللي انت محتاجه من اللاب توب ده واستخدامك بسيط فممكن تبدأ بالنسخة الاي سري اللي سعرها زي ما قلت لك يبدأ من 16 الف ممكن تمسك العصية من النص وتجيب النسخة الاي فايف اللي سعرها في عدود حاجة وعشرين الف اوائل العشرينها كمان مش اواخرة او تاخد بقى اعلى نسخة النسخة الاي سيفن سواء الجيل ال 12 اللي موجودة في السوق او الجيل ال 13 اللي انا بجربه ده اللي هينزل ان شاء الله قريب جدا والنسخة الجديدة اللي معايا دي تحديدا ديها الزرار بتاع كوبايلوت او الزكاء الصناعي بتاع مايكروسوفت علشان يسهل عاكي استخدامك لو انت من الناس اللي بدأت تستخدم الاي اي في الشغل بتاعك فزي ما قلت لك لو انت استخدامك فوق المتوسط الاداء اليومي بتاعك في شغلك في دراستك في اي حاجة بتعملها على اللاب غير الجيمنج تقيل وغير برامج المنتاجة العنيفة اللاب توب ده هيسد معاك بالنسبة للجرافيكس فهو ما فيهوش كارت منفصل فيه كارت انتجريتد من انتل اسمه ايرس اكس اي والكارت ده اداء كويس جدا مش وحش خالص هيسد معاك في المهام اللي المفروض لاب توب عادي نوت بوك يعملها معاك يعني انا مسلا جربت قصدت بالبريمير عليه وطبعا فتحها دي بفل سهولة بعد كده جربت امانتج ريل من الريلز اللي احنا بننزلها عندنا على الشانل ولقيته عادي شغال السيكونس شغال بدون اي تهنينج ولما عملت ريندر لقيته برضه عمل ريندر في وقت مناسب جدا بس طبعا يعني هو كويس في الريلز والحاجات الخفيفة لو هتمنتش مثلا فيديوهات كمان طويلة 1080 مفيش مشكلة بس لو جيت مثلا تحط عليه فيديوهين فور كي فوق بعض في السيكونس فاكيدا يعنج لان الكارت الرسومي ده مش بالقوة الكافية اللي هو يمنتج لك اتنين فور كي انت كده محتاج لاب توب ينفع للمونتاج تقيل بس على قد الاستخدامات الخفيفة في البريمير فما فيوش اي ازمة وعلى فكرة انا كنت فتح البريمير وجربت افتح جنبه فوتوشوب وكروم عملت حاجة على فوتوشوب عملت حاجة على كروم التلات برامج مفتوحين مع بعض ومحسرتش بازمة خالص مثلا اللاب مهنكش او ما بقاش بطيق او قال لي لا اعمل حق ان يرحمني اقفل اي حاجة باللي انت فتحها دي لا كان شغال زي فقلت بقى اجيب اخره وافتح لعبة قررت ان انا نزل اسفل ولقيت ان اللعبة شغالة عادي بدون اي مشكلة بدون اي تقطيع فمن الاخر كده اللاب ده هيقدر يشغل العاب متوسطة بدون اي مشكلة خالص يعني لو استروا على حالك كده وتلعب لعبة خفيفة لعبة متوسطة من الالعاب الكتير اللي بقت موجودة اليوم من دول ولكن طبعا لو هتنزل لعبة تقيلة اوي حجمها كبير اوي بيجرافك كبير اوي اكيد اللاب ده هيقولك يعني انا مش مناسب للالعاب بالنسبة للسخونة فالجهاز في اقصى ظروف الشغل ممكن يسخ منك لكن مش السخونة القوية اللي بتشوفها في اجهزة تانية مش هتحس بسخونة الجهاز وانت بتستخدم الكيبورد لكن هتحسها ناحية اليمين من فوق الكيبورد وتحت الشاشة على اليمين في الحتة بتاعت الخروج بدعة الهوة اللي انا قلت لك عليها من شوية لكن باقي جسم الجهاز مش هتحس فيه بسخونة اللاب توب ده بيدعم واي فاي سيكس اي وبلوتوس 5.30 ومن الحاجات اللي خلتني ارشح اللاب ده هو الشاشة بتاعته هي 14 بوصة فول اتش اي دي اي بي اس ليفل بتردد 60 هيرتز طبعا 60 مش 90 علشان ده نوتبوك او لاب توب للشغل والدراسة مش لاب جيمي بس الكواليتي الوان الشاشة النفسها حلوة يعني اللاب توب ده مو كورنطن بمعظم اللابات اللي موجودة في فاقته السعرية الشاشة هنا احسن بعيدا عن السطوع لان كلهم سطوعهم محدود انا بكلمك في الكواليتي الوان نفسها مش هتقدر تفهمني في النقطة دي الا لما اتجرب فعلا شاشة اللاب عشان هتلاقي ان الالوان مشبعة الاسود الى حد ما مظبوطه طبعا مش زي الاولد احنا هنا بدتكلم في اي بي اس متوسط او اقتصادي كمان الجودة بتاعته كويسة جدا انا مش شايف اي ازمة خالص في كواليتي الشاشة بتاعته انا عايز اقول لك مقرن شاشة اللاب النوتبوك ده باللاب التاني اللي هو اصلا بتاع منتاج وبتاع جيمينج وفيه كارت شاشة خارجي لقيت ان شاشة الامي ساي مودرنة 14 ده حسن منه انت متخيل بقى يعني الشاشة هنا حلوة ازاي؟ فمجملا الشاشة هتدي لك تجربة حلوة في اي حاجة بتعملها فوتوشوب فيديوهات كروم سوشيال ميديا هتقدر تستخدم اللاب بدون اي مشكلة بدون اي ازمة في الشاشة بتاعته هتنشوف البطارية اللي فاجئتني في اللاب ده البطارية هنا 46.8 من 10 وات اور سري سيلي بعيدا عن اي حاجة فتح الجلام كده اللاب ده عيبقى اداءه كويس جدا لو مشغله على بيست برفورمانس ومش موصل الشاحن ما تيلاقش من حت التوصيل الشاحن عشان تاخد احسن اداء من اللاب النقطة دي خلاص تصلحت ومش هتلاقي اي ازمة في اللاب هنا في النقطة دي الفكرة بقى او المفاجأة بالنسبة لي في كفاءة البطارية انا جربت اشحن البطارية بتاعت اللاب ده لحد 100% واشوف هتقعد معي قدية انا متوسط اللاب القديم بتاعي حوالي من 3 ل 5 ساعات تقريبا سكرين اون انا لقيت ان اللاب ده بيوصل لحد 9 ساعات سكرين اون من الاستخدام المتوسط والبطارية كمان ما كانش خلصت كانت 24% فده وقت ممتاز جدا وانا عايز اقولك ان نفس البطارية دي موجودة في كل اصدارات اللابات المختلفة من MSI Modern 14 فدي نقطة مهمة جدا نقطة فويصلية في شرائك للاب توب جديد لان معظم اللابات الاستخدام اللي هتشتريها هتلاقي البطارية مش احسن حاجة ولو انت متقدر من موضوع الشاحن او نسيت الشاحن في يوم الايام وانت نازل فزي ما قلت لك ما تجلقش وانا ان مدخن الطايب سي اللي هنا هو معاك اي شاحن 65 واط اللي هو حاجات اللي هي اليوني اللي بتشحن حاجات كتير تقدر تشحن بيها اللاب توب بتاعك بدون اي مشكلة ده لو انت اصلا احتاجت الشاحن ايه الماس بقى الشاحن اللي جاي جوا العلبة شاحن 65 واط كده حاجمه صغير مش هياخد مساحة كبيرة في الشنطة خلينا بقى نشوف برنامج اللي بتقدر تتحكم منه في الاعدادات بتاعة الهاردوير للاب ده اول حاجة بتقدر تشوف منه استخدام السي بيو والجي بيو كمان بتتحكم في اداة الجهاز يعني تشغل الاكستريم بيرفورمانس ولا يبقى بلنسيد كمان تتحكم في مراوحة اللاب توب يعني تخليها شغالة باقصى كوه على طول او متوسطة او تبقى سايلن ما لهاش صوت خوارس عشبال مثلا لو انت داخل ميتنج فمش عاوز ان المراوحة بتاعة اللاب صوت هيبقى عالي فاتضايقك في الميتنج ونختم بالصوت لان دي ممكن تكون اكتر حاجة ما عجبتنيش قوي في اللاب ده هنا سماعتين صغارين من تحت صوتهم مش اعلى حاجة هو شغال ولكن انا سمعت اصوات اعلى من كده في لابات حتى ولو كانت لابات اقتصادية واخر حاجة ممكن تكون ما عجبتنيش ان اللاب هنا مفيوش اي عامل امان ولا فنجر برينت ولا فيس اي دي هتبطر ان انت هتستخدم باسورد عادي جدا ممكن نعديها عادي علشان ده لابتوب اقتصادي الخلاصة لو انت بتدور على لاب للاستخدام اليومي شغل دراسة برامجة وورد اكسل بار بوينت فوتوشوب البرامج دي كلها فاللابتوب ده هيصد معاك حتى في المنتاج الخفيف هيصد معاك برضو والميزة فيه ان انت لو مش محتاج البروسيسور العالي الاي سيفين فهتاخد نفس كل حاجة مع بروسيسور ابسط زي الاي سري لو انت المهمة اللي بتعملها اقل او متوسط زي الاي فايف لو انت يعني عاوز تمسك العصير من النص فالفكرة انك اكيد هتلاقي اللاب اللي هي نسبك بالسعر والميزانية المقبولة المتوفرة معاك واعلى نسخة موجودة متوفرة من اللاب ده اللي هي النسخة اللي معايا الاي سيفين الجيلي التلاتاشر سعرها في حدود الربعمية وخمسين دولار مش عارف بقى ابن مصري هيبقوا كام بالزبط طيب ده لو انت عاوز لاب شغل ودراسة وبرمجة وحاجات مهام كده يومية لو انت عاوز بقى شغل تقيل عاوز منتاج عاوز ألعاب تقيلة فلو تفتكروا انا كنت مجرب الامس اي الجي اف ال63 سنت نيو دي القديم وكان لاب كويس جدا وبالمناسبة اللاب توب ده معانا لحد دلوقتي وشغال زي الفول ولكن طبعا بقى قديم فالاصدار الاحدث منه هو الامس اي سن 15 ده بيجي كارت شاشة 4050 وبسعر فرنج الاربعين الف تقريبا ولكن هيقدم لك تجربة مرضية لو انت شغلك تقيل على اللاب بتاعك ولكن طبعا في اللابات الجيمينج والشغلة تقيل والكلام ده مش هتخد البطارية القوية اللي موجودة في نوتبوك محترم زي الامس اي مودرت واخر حاجة سلسلة اللابات النوتبوك من ام اس اي عليها ضمان سنة وسلسلة اللابات الجيمينج عليها ضمان سنتين وبس كده حب اشكرك جدا لان انا خلصت الفيديو اكيد دلوقتي تكتب لي كومنت وتقول لي رعلك في اللاب توب ام اس اي مودرن 14 هل ممكن تفكر تشتريه واني نسخة لعجبك اكتر؟ وهتفضل تشتري مثلا النسخة الاي سري منه الرنج سعرها 16 الف ولا هتروح تشتري اللاب توب استراض برضو ماشي يعني هي دي حاجة ترجعلك في الاول في الاخر وكيد تتأكد ان انت عمل لنا سبسكرايب لو تشوفنا اول مرة على اليوتيوب كان معاكم احمد سعيد من موقع موبيزل سلام